وارجعنا لكم مرة تانية وفقرتنا هنتكلم فيها عن التغذية اللي مفروض ان احنا نتغذها في اليومين دول علشان نقوي جهاز المناعة معنا دكتورة رانا محروس اخصائية التغذية العلاجية اهلا بك اهلا بك احنا بنشكرك طبعا على وجودك معنا وعايزين نحكي كده عن جهاز المناعة وايه علاقة جهاز المناعة بالاكل اللي احنا بنكله هو طبعا احنا في ظل الحوارات اللي احنا بنتكلم فيها دي محتاجين ان اغذي المناعة بتاعتنا المناعة بتاعتنا دي يعني ايه دي اول خط دفاع ضد الامراض وضد الفيروس من ضمن الحاجات اللي ممكن تخش لنا طيب المناعة بتاعتنا دي احنا بنكتسبها عن طريق ان احنا نبقى زي بنقول صحتنا عموما تبقى كويسة عشان حتى لسا كحاب تقول 80% من الحالات بتجيلها الفيروس بتخف ليه لانه في خط دفاع مكون من الكرات الدم البيضة مكون من الدم اللي بيتضخ يبقى فيه دم ناقي بالضبط فيبقى والاكسجين كويس وصل لنا والقصص دي كلها فبتخلي الجسم يبقى عنده خط دفاع ضد هذه الفيروسات طيب في حاجات مهمة قوي مش بس اكل قوي المناعة في حاجات كتيرة سلكيات كتيرة مش لازم علشان فيه وقت فيروس دي مفود دي بقى احنا بنتباحها طول الوقت في طول الحياة بالضبط يعني مش عايزة خص فبتباحها مش عايزة وعينة او فيها حاجة بترقى فبتباحها لأ ده المفروض على طول يعني معنى كده معنى كده دكتورة رونة ان في علاقة مباشرة بين الاكل اللي انا باكله وبين كفاءة جهاز المناعة عندي وصحيتي العامة يعني كلما صحيتي العامة بقت كويسة كلما جهاز المناعي بقى قوي لما صحيتي العامة هتبقى كويسة منعتي كويسة نفسي كويس حاجات كتيرة قوي قوي كويسة طيب الجزء اللي ليه علاقة بالتغزانة مثلا حتى لو بجيلك حد هذا يقسم تقوله بس تاكل كويس بس لا انت بتقوله تلعب رياضة اه ماشي فيه حاضر والناس مش عارفها تخرج بس ممكن في البيت حاجات بسيطة كده في البيت نفتح فيديوهات ونقلتها لازم يبقى فيه حركة يومية في عادات صحية خطيئة جدا من عملها التدخين التدخين في الوقت ده هو خطر جدا وهو في العموم يعني اللي يقدر بقى ياخد الفترة دين هو يبدأ يقتلع علشان جسمه يبدأ يبقى نقي ودورة دموية بتاعته تنضف ورقةه تبقى كويسة علشان كل ده يساعد على تقوية المناعة بالزبط النوم احنا بقى مش قاعدين في البيت فأنام بقى طبعا ما حاجة يكون النوم الصحة لان فيه ناس مقضيها نوم لان هي بتغرب من المقضاء احنا لسه باب نقول لما قلوش تولي اليوم ولا نام صبح واصحة بالليل لا لازم فيه هرمونات معينة جسمي بيعوزي بيفرزها وانا نايمة ودي بتساعد على تعزيز جهاز المناعة فانا لازم انام في معات كويس واصحة بدري ابدأ يومي بدري افتح البلكونة ااخد شوية شمس مش لازم اخرج بس ممكن وانا في مكاني ااخد الشمس بتاعتي والهوى النقي واهوي ويمكن واحنا موجودين في الوقت ده وفيه ناس كتيرة جدا بتفضل صهرانة طول الليل يعني احنا بنقول ان فيه دراسات كتيرة بتقول ان النوم افضل وقت ليه تقريبا يعني عشرة حداشر بزبط بزبط علشان يبقى فيه هرمونات مهمة الجسمي هتساعده في الصحة العامة كويسة اللي قلنا عليها لازم تتفرز بالليل لو انا النوم بتاعي اجلته للصبح هبقى نمت بس الهرمونات دي مش هتتفرز فيبقى لازم النوم الصح اللي هو في الوقت الطبيعي ده كله ده بيساعد على تقوية جهاز المنحة بالزبط يعني بلاش نعتمد ان هي اجازة او الناس في بعضهم ما بينزلش الاشغال فهروح قلب بقى يومي وبوزة الدنيا خطس اه يعني نحاول ايه ولازم الحركة دايما المية بقى يعني طول الوقت نشرب مية على قد ما نقدر المية دي حتى يمكن هتلاقي دي الحاجة الوحيدة اللي زكرت بشدة في لما نيجي نقول طريقة الوقاية من الفيروس ان احنا نشرب مية على طول ما نسيبش زورنا ناشف على طول مية حتى احنا لما منروح لأي دكتور عشان نخس يقولك برضو اشرب مية المية مهمة جدا يعني لان احنا تمتين جسمنا مية ربنا اه خلقنا جسمنا مية وخلق كل حاجة مية يعني كل حاجة في الدنيا مخلوقة من المية فانا ماينفعش استهتر وماشربش مية لازم طول الوقت يعني احنا نجينا مبروان عندنا او رقم واحد اشرب مية يبقى انا جنبي ازازة كده جنبي كوباية كل مثلا عشر دقائق ربع ساعة اخد بقى بالزبط بالزبط يعني هنتكلم بقى بعد لو الحد مش حبي بالمية زي ما هي سويل يعني سويل سخنة حاجات هنقول في حاجات فيها غنية فيتامن سي وغنية بمضادات الاكسادة وممكن نعملها في هيئة سويل ونشرابها فهم انا محرمش جسمي من السويل ابدا دي حاجة مهمة جدا جدا شكرا